أطلقت تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة السابعة عشر من قوافل ستر وعفية لأهالي قرى الحمولي وتوابعها بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم وذلك بمشاركة أكثر من ثلاثة عشر كيانا من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من خمسة عشر ألف مستفيد يأتي ذلك تنفيذا لتوجهات الرئاسية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع ظهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا هذا وتقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج وتركيب أجهزة تعوضية للذوي الهمم وتتضمن القافلة أيضا منفذا لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبططين ضمن مبادرة شتاء دافئ بجانب إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة للمواطنين شكرا